القضاء على عشرين إرهابياً في ولاية واتسوف الحدودية وحدها في ظرف خمسة أسابيع فقط ونشريات سوداء تطالعون بها قوات الجيش عن حجز كميات ضخمة من الأسلحة التي تهرب من ليبيا نحو الجزائر عبر صحراء بورما، بوابة الجحيمة أرقام مرعبة تؤشر على محاولات الجماعة الإرهابية لاختراق الحدود وإغراق الجزائر بالسلاح المهرب من ليبيا إغمار كوينين وبرذ تصنع الحدث على مدار الأسابيع الماضية بعمليات نوعية نفذت فيها قوات الجيش والبداية بإغمار التي قاضت فيها مصالح الأمن على أخطار العناص الإرهابية على رأسهم عين كمال المدعو عبد الرحمن الذي التحق سنة 1994 بالجماعة الإرهابية بجنوب شرق البلاد شين ثامر المدعو العباس وعين عبد الحق أحال هاشم المدعو حمزة غين عبد المطلب المدعو أبو الهمام كما أصفرت العملية عن حز ثمان مسدسات رشاشة من نوع كراشينكوف ثلاث بنادق رشاشة ومسدسين أهليين عشرة قنابل يدوية وحزام ناسف وكمية هامة من الضغيرة من مختلف العيارات التحرية تكشف عن مخبأ ثاني لكمية ضخمة من الأسلحة بمنطقة كوينين مائة وسبع وعشين قطعة سلاح حربي من مختلف الأنواع منها ثلاث هاون عيار ستين وواحد وثمانين ميليمتر وأربعة قاذفة سواريخ من نوع أربيجي ستة بنادق رشاشة مائة وعشر مسدسات رشاشة من نوع كراشينكوف أربعة قاذفة سواريخ من نوع أربيجي خمس وتسعين قاذفة هاون عيار ستين وواحد وثمانين ميليمتر ستين وثلاثين مقذوف أربيجي مع ثلاث وتسعين حشو دافعة أربع وخمسون قنبلة يدوية دفاعية وهجومية ستة ألغام مضادة للدبابات وتلسانة أخرى من الأسلحة في بئر الذر استرجعتها قوة الجيش منذ يومين فقط منها ثلاث هاون عيار ستين ميليمتر مع سبعين قاذفة مائة وخمس وعشين مسدسا أليا ورشاشا أربعة بنادق رشاشا مع أربعة مصورات تبديل ستة قاذفة سواريخ من نوع أربيجي ثلث مائة وتسعة عشر مخزن ذخيرة خاص بالمسدس الرشاش والبدنقية الرشاشا مائة وسبع وعشين مقذوف من نوع أربيجي سبعين قاذفة هاون ثمانين وستين قنبلة يدوية دفاعية وهجومية ستة ألغام مضادة للدبابات أربعة عشر جهاز للاتصال بلا واحقة داعش يتحصن في سيرت الليبية ويبحث عن طريق نحو الجزائر ولا بد من تضافر كل الجهود لمواجهة الخطر القادم من وراء الحدود